بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عرفنا في الفيديو السابق كيفية تحويل النموذج الخطي إلى الصورة القياسية هنعرف في هذا الفيديو كيفية استخدام طريقة السيمبليكس في حل هذا النموذج. هنبدأ أولا إذا كان النموذج من النوع أو دلة الهدف كانت maximize أو تعظيم المثال اللي موجود أمامنا جميع القيود هنا على صورة أقل من أو يوسيل الخطوات بالترتيب هي الخطوة الأولى للتحويل إلى الصورة القياسية وزي ما قلنا قبل كده الصورة القياسية معناها ندالة الهدف جميع المجاهيل بالطرف الأيسر إذن هننقل y-3x1 ناقص 3 ناقص 2x2 يساوي 0 أصبحت دلة الهدف بهذا الشكل القيود القيد الأول تحويله لمعادلة هيكون بإضافة s1 وهنا بإضافة s2 لأنه أيضا أقل من أو يساوي وهنا بإضافة s3 وهنا بإضافة s4 أصبح النموذج يحتوي على 6 متغيرات x1 x2 s1 s2 s3 s4 وجميعهم أكبر من أو يساوي 0 بالتالي أصبح النموذج على الصورة القياسية بهذا الشكل الخطوة الثانية هي اختيار المتغيرات الأساسية والمتغيرات غير الأساسية أولا لابد من معرفة عدد المتغيرات الأساسية في هذا النموذج وعدد المتغيرات غير الأساسية المتغيرات الأساسية دائما بيكون عددها هو عدد القيود بينما المتغيرات غير أساسية هي بائي المتغيرات اللي هي المتغيرات البائية أو عدد المتغيرات بعد ما نطرح منهم عدد القيود إذن في هذا المثال عدد القيود أربعة إذن المتغيرات الأساسية عددها أربعة في هذا المثال أيضا عدد المتغيرات 6 وعدد القيود 4 إذن المتغيرات الغير أساسية عددها 2 في حالة القيود التي على صورة أقل من أو يساوي دايما بيتم اختيار المتغيرات S1 و S2 و S3 و S4 كمتغيرات أساسية إذن S1 هيكون متغير أساسي S2 متغير أساسي S3 S4 والباقي هي X1 و X2 متغيرات غير أساسية ما معنى متغيرات غير أساسية وأساسية أولا المتغيرات غير أساسية متغيرات بنضع قيمتها تساوي 0 إذن X1 و X2 قيمتهم 0 S1 و S2 و S3 و S4 لأنها متغيرات غير أساسية فقيمها لا تساوي 0 بنحسب قيمتها بالتعويض في هذه القيود طبعا في هذا المثال أو في هذه المرحلة إذا عوضت بX1 و X2 نحصل على S1 هي نفسها الطرف الأيمن لهذا القيد يعني 6 القيد الثاني إذا عوضت فيه أيضا بX1 و X2 نحصل على قيمة S2 تساوي 8 S3 تساوي 1 لو الطرف الأيمن و X4 تساوي 2 إذن في هذه الخطوة اخترنا المتغيرات الأساسية وحسبنا قيمها والغير أساسية وحسبنا قيمها الخطوة رقم 3 هي تفريغ النموذج في هذا الجدول هذا الجدول ينقسم إلى 3 أقسام القسم الأول أو العمود الأول عمود المتغيرات الأساسية زي ما اتفقنا أن S1 S2 S3 S4 دي متغيرات أساسية بالإضافة للصف الأول بنضع فيه دلة الهدف Y الجزء الأخير بيكون عمود الحل عمود الحل اللي هي قيمة دلة الهدف ثم قيمة المتغير الأول S1 قيمة S2 قيمة S3 وقيمة S4 الصف الأول من الجدول بيحتوي على جميع المتغيرات بالترتيب X1 X2 S1 S2 S3 S4 القيم داخل الجدول بتكون معاملات إذن سلب 3 هو معامل X1 في دلة الهدف Y سلب 2 ده معامل X2 في دلة الهدف Y S1 معاملها 0 في Y وS2 0 وS3 0 وS4 0 زي ما قلنا هذا الصف للقيد الأول إذن هذه القيمة هي معامل X1 في القيد الأول الثنين هي معامل X2 في القيد الأول وهكذا إذن لو نظرنا للجدول أو للقيم أو للنموذج مرة تانية نجده بهذا الشكل بالترتيب الصف الأول هيكون سلب 3 سلب 2 0 0 0 0 الصف اللي بعده هيكون معامل X1 1 معامل X2 2 معامل S1 1 وباقي القيم أصفار والطرف الأيمن اللي هو الحل هيكون 6 اللي بعده 2 1 ومعامل هنا S1 0 S2 معاملها 1 ثم 0 0 والطرف الأيمن اللي هو الحل 8 الصف اللي بعده سلب 1 معامل X1 ثم 1 0 معامل S1 0 معامل S2 ثم 1 ثم 0 والطرف الأيمن 1 الصف الأخير في الجدول هيكون 1 اللي هو 0 معامل X1 عفوا ثم 1 اللي هو معامل X2 ثم 0 معامل S1 ثم 0 معامل S2 ثم 0 معامل S3 ثم 1 والطرف الأيمن 2 نحصل على جدول بهذا الشكل يسمى جدول الحل الأولي هذا الجدول هو جدول الحل الأولي هدفنا دايما بيكون هو تحسين هذا الحل فالقطوة الرابعة بتكون عن طريق تحديد ما يسمى المتغير الداخل كيفية تحديد المتغير الداخل بيكون هو المتغير هو المتغير الذي معامله في دلة الهدف له أكبر قيمة سالبة أكبر قيمة سالبة هنا اللي هي سالب 3 إذن المتغير الداخل هيكون هو X1 مرة تانية دلة الهدف عندنا تعظيم إذن أبحث عن المتغير الداخل من خلال معاملات المتغيرات الموجودة عندي في دلة الهدف وأبحث عن أكبر قيمة سالبة وهنا هي سالب 3 إذن X1 هو المتغير الداخل إذن هذا العمود عمود X1 بنسميه العمود المحوري بعد اختيار المتغير الداخل بنختار المتغير الخارج متغير الخارج بيكون إيجاده عن طريق حساب النسبة بين عمود الحل هذا العمود وعمود المتغير الداخل نحسب النسبة عند القيم الموجبة فقط يعني نقسم 6 6 على 1 ثم 8 على 2 وهنا النسبة لا تحسب لأنه أنا عند قيمة سالبة وهنا النسبة أيضا لا تحسب لأن قيمة 0 فالنسبة الموجودة عندي 6 و 4 باختار المتغير الخارج أو بحدد المتغير الخارج قال له زازي له أقل نسبة إذن في الخطوة رقم 4 حددنا المتغير الداخل وفي الخطوة رقم 5 حددنا المتغير الخارج وهو S2 كل اللي بنعمله زي ما قلنا بنحسن الحل الأولي بحيث نصل إلى الحل الأمثل إذن حددنا الصف المحوري وقبلها حددنا العمود المحوري حددنا المتغير الخارج وحددنا قبلها المتغير الداخل التقاطع ما بينهم هذه الخلية تسمى الخلية المحورية التقاطع ما بين العمود المحوري والصف المحوري لعمليات الحسابية لتحسين الحل بتكون خطوة اللي جاية أخرج S2 من العمود الأول أصبح متغير غير أساسي أضع مكانه X1 اللي أنا اخترتها في الخطوة اللي قبلها ثم أجري بعض العمليات الحسابية هذه العمليات الحسابية رقم واحد هذا الصف أقسمه على هذه الخلية المحورية يعني أقسم على 2 أقسم الصف الثاني هذا الصف أقسمه على 2 أقسم هنا على 2 وهنا على 2 وهنا على 2 وهكذا جميع قيم هذا الصف أقسمها على قيمة الخلية المحورية أصبح القيم بهذا الشكل خطوة اللي بعدها أضرب الصف الجديد بعد إسمته على 2 أضربه في 3 وأجمعه على الصف الأول هدفنا أن تكون هذه القيمة 0 فلو رجعنا مرة تانية القيمة هنا كانت سالب 3 إذن بعد ما أصبحت القيمة دي 1 أضربها في 3 وأجمع على الصف الأول فأضرب هنا في 3 وأجمع على الصف الأول وأكتب الناتج الصف اللي بعده هذه القيمة 1 إذن أضرب هذا الصف في سالب 1 وأجمع على الصف الجديد أصبحت القيم بهذا الشكل الصف اللي بعده القيمة هنا سالب واحد إذن مباشرة أجمع الصف الجديد اللي هو هذا الصف أجمعه على الصف الأصلي أحصل على الصف بهذا الشكل هذا الجدول هو حل آخر لهذا النموذج أصبحت S1 متغير أساسي X1 أيضا متغير أساسي وقيمتها أربعة S3 متغير أساسي وقيمتها خمسة S4 متغير أساسي وقيمتها اتنين هذه هي قيمة هذا الحل دلت الهدف زي ما هو واضح أن قيمتها أصبحت اتناشر هذا الجدول يعني أن S2 متغير غير أساسي وX2 متغير غير أساسي وX1 وX1 وX3 وX4 متغيرات أساسية وقيمة دلت الهدف بهذا الشكل السؤال هل هذا الجدول هو الحل الأمثل اللي احنا بنبحث عنه الإجابة لا الجدول السابق لا يمثل الحل الأمثل السبب وجود معامل سالب في دلة الهدف وجود معامل سالب في دلة الهدف بهذا الشكل متى يكون الحل هو الحل الأمثل؟ إذا أصبحت جميع المعاملات في هذا الصف أصبحت جميع المعاملات مجابة إذن هذا الجدول يعني أن هذا الحل حل ممكن وليس حل أمثل كيفية الوصول لحل الأمثل؟ حنكرر الخطوات مرة تانية نكرر الخطوات بمعنى أختار متغير داخل آخر واختار متغير خارج آخر وعمل العاملات الحسابية مرة تانية هنا المتغير الداخل زي ما قلنا قبل كده هو المتغير الذي معامله أكبر قيمة سالبة طبعا في هذا الصف لا يوجد إلا X2 معامله سالب إذن X2 هو المتغير الداخل إذن العمود المحوري هو عمود X2 أختار بعدها المتغير الخارج زي ما قلنا بحس بالنسبة ما بين عمود الحل وعمود المتغير الداخل النسبة بهذا الشكل أختار الأقل الأقل النسبة هي هذه النسبة إذن المتغير الخارج هيكون هو S1 إذن حددنا المتغير الداخل وحددنا المتغير الخارج